تتصدر أزمة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مصر اهتمامات المصريين خلال الأسابيع الأخيرة بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية التي تزداد صعوبة مواقع التواصل الاجتماعي كانت الميدان الأبرزة في اعتراض المصريين على زيادة عدد ساعات خطة تخفيف الأحمال وكما أسمتها الحكومة وكذلك انتقالها للانقطاع العشوائي من بين الملايين الذين انتقدوا الأزمات المعيشية وأزمة الكهرباء كانت دينا أو دانا دانا هي زوجة المدير الفني أو مدرب المنتخب المصري لكرة القدم واللعب السابق حسام حسن دانا نشرت عددا من المنشورات على مدار الأسابيع الأخيرة تتناول فيها الأوضاع بسخرية هذا المنشور هو إحدها تسخر فيه من طول مدة انقطاع الطيار الكهربائي وغيرها من المنشورات الأخرى ولكن الرياح لا تجري دائما بما تشتهي السفن فقد التقط نشاط زوجة مدرب المنتخب حسابات لها سمة واحد كون أغلبها يحمل أسماء وهمية وليس لها نشاط منتظم وهذه الحسابات شنت حملة واسعة عليها ثم على زوجها لدرجة مطالبته بتطليقها أو الاستقالة من تدريب المنتخب بعد انتشار تزايد هذا الهجوم عليها نشرت دانا آدم هذا المنشور على صفحة تؤكد فيه عدم انتمائها لأي تيار أو حزب سياسي كما تشدد أيضا على انتمائها واحترامها للدولة المصرية ولمؤسسة دولتها هذا المنشور كان الأخير قبل أن تختفي دانا وتغلق صفحتها تماما أما زوجها لم يعلق المدرب حسام حسن على ما تقوم به زوجته ولكن اختفاءها المفاجأ أثار الكثير من التساؤلات وحول ما إذا كان زوجها قد استجابة للأصوات التي طلبته بتطليقها أو بالاستقالة أم لا حتى نشرت شقيقتها هذا المنشور الذي تدعي فيه أنه تم القبض عليها أمام أبنائها الأربعة وهي لازالت على ذمة حسام حسن لم تتأكد حتى الآن أنباء انفصالها عن حسام حسن ولكن اختفاءها شغل كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لنقرأ البعض جيهان تقول لو الكلام عن القبض على زوجة حسام حسن صحيح وأنه طلقها لأنها قالت رأيها حتى لو في اختلاف في الرأي دي تبقى كارسة بجد كارسة على موقف الكابتن وكارسة على مستوى تفهم غضب الشعب من الدولة أما طارق فيرفض انتقادات دانا للأزمات ويقول دعي غيرك ينتقد هذه الأزمات فزوجك يتقاض شهريا مليون جنيه مصري وكل اللي يعملوا هما أربع مباريات فقط ولن يعمل حتى بداية مارس الفين وخمسة وعشرين ورغم ذلك يتقاض المليون جنيه شهريا واللي بتعيشي بفضلهم فيه نعيم وغيرك لا يجد كوت يومه ولا يتحدث أما منا فترد على هذه الفكرة بالقول لا أرى أي مشكلة فيما كتبته زوجة أو طليقة لا نعلم حسام حسن بحثت فيه فوجدت كلام واطن عادي يعبر عن رأيه ليس بالضرورة كونها لا تعاني أزمات مادية خاصة أن تخرس أو أن تنتقد ما يدور حولها المأخذ الوحيد علاقتها بحسام وهذا من الممكن أن يسبب له حرجا أما صانع المحتوى معتز العسال فيرى في موقفها موقف شجاع وقال الحقيقة أنها امرأة بميت راجل تشعر بمعاناة الناس وتدرك صعوبة الأوضاع ولا تقبل التدليز أو التضليل ظلت التساؤلات حول مصير دانا آدم زوجة حسام حسن تتردد حتى نشرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان خبر اعتقالها وبدأ نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات معها بتهمة نشر أخبار كاذبة عن انقطاع التيار الكهربائي والانضمام لمنظمة منشأة على خلاف القانون واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاطئ في القضية رقم 1810 لسنة 2024 وعشرين